بسم الله الرحمن الرحيم ودية الاهلي امام الغابة محمد مغربي النهاردة لعب من بداية المباراة في دفاعات الاهلي كان جنب رامي ربيعة ايضا زياد طارق زياد طارق لعب في الجهة اليمنى قدام تحت حسام حسن كان ناحية اليمين ايضا الشوط التاني شاهد مشاركة احمد سيد غريب ايضا كمان شفنا احمد نبيل كوكا شفنا مصطفى الشبير برضو مصطفى الشبير لسه تحت السن موليد الفين مقيد فيه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لكن هو بقاله فترة كبيرة طبعا مع الفريق الاول شفنا صالح نصر وايضا محمد فخري الحمد لله النهاردة لعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في مباراة الاهلي امام الغابة ظهروا بشكل النهاردة مميز يعني لو مسكنا واحد واحد محمد مغربي النهاردة قدى مباراة كبيرة جدا ورغم ممكن تكون دي تاني مباراة او تاني مشاركة ليه مع الفريق الاول هو مدافع بيلعب برجلي الشمال بيجيد التحضير من تحت بيجيد الكرات الطولية بيلعب نفس الدور اللي بيلعبه ايمن اشرف مع الفريق الاول ايضا كمان بيمتاز بالطول فالنهاردة تقييمنا لمحمد مغربي النهاردة ادى مباراة كبيرة زياد طارق برضو خامة مباشرة جدا لعيب اشول كان تم تعارضه الموسم السابق لنادي الاسماعيلي ملعبش كتير في نادي الاسماعيلي رجع بيته مرة اخرى نادي الاهلي موسماني حابب يشوف اللعيبة كلها والناس كلها النهاردة برضو ادى بشكل رائع عايز اروح لاحمد سيد غريب احمد سيد غريب اللي شارك الشوط التاني احمد سيد غريب يعني النهاردة اضع فرصتين معانا بعض لقطات النهاردة اللقاء وده الهدف الاولاني او هدف افتتاح السبعية لحسام حسن لاعب النادي الاهلي ماشاء الله برضو حسام حسن خامة مميزة جدا عايز اروح لاحمد سيد غريب احمد سيد غريب كان اضع فرصتين سهلين بلغة الكرة في الشوط التاني لكن لما بنتكلم في المجمل على خامة أحد سيد غريب هو لاعب واعد لاعب صعب لاعب مباشر كمان النهاردة شوفنا الشيء اللي جابي إن هو بيوجد التحركات لكن حتة إضاءة الفرص عايزين نبصلها بالشكل الإيجابي النهاردة لما عندك لعب وبروح للمرمة فده شي جيد حتة إحراز الأهداف دي بتيجي بعد كده ممكن تلاقي رهبة شوية من أول مشاركة لها مع الفريق الأول بلعب وسط نجوم فممكن يعني حتة الرهبة دي لكن لما بنتكلم عن تحركات عن خامة لعب لا لعب النهاردة مميزه لعب جيد أحمد نبيل كوكا طبعا مش هتكلم عنه كتير لأنه هو لعب خلاص بقاله فترة كبيرة مع الفريق الأول شارك بصفة أساسية مثل الموسم السابق وأيضا مصطفى الشوبير صالح نصر رجع مرة أخرى من ودي دجلة كان موجود في ودي دجلة وبرضو نفس الكلام مشاركش كتير هو ومحمد فخري لكن النهاردة لما نتكلم عن التجربة لا هي تجربة مفيدة جدا للعاب النادي الأهلي شفنا برضو الوفدين الجدد كريم فؤاد برضو النهاردة بيلعب في الحتة الأمامية لعاب مميز مكسب وإضافة كبيرة للنادي الأهلي المتشاطة الودية الهدف منها أنه نهاردة بجاهز اللعيبة ده راكلة الجزاء اللي حصل عليها صالح نصر في الشوت التاني وزي ما بقول لحضرتكو لعاب مميز والنهاردة رمي ربيعة بيشطها بشكل فيه جدية كبيرة جدا عكس مباراة بتروجيت النهاردة عكس مباراة بتروجيت اللي كان فيها راكلة جزاء ويعني شاطت بشكل يعني كان فيه بعض الشكل المهاري وضعت لكن النهاردة اللي كان شاطها أحمد حمدي وبالمناسبة أحمد حمدي بعد مباراة بتروجيت كان حصل حوار ما بينه وبينه بعد راكلة الجزاء اللي ضيعها وقلت له ده وانت بتبتدي مشوارك مع النادي الاهلي احمد حمدي النهاردة ده درس مهم جدا درس علشان تتعلم بعد كده بعد مباراة مترو جيت والحوار اللي ضار بينه وبين احمد حمدي اللي احنا شفناه ماشاء الله في مباراة امبي يعني كل جماهير النادي الاهلي اسنت عليه بشكل كبير جدا لعب مباراة كبيرة في المباراة موسماني تدى بيه ناحية اليمين في الشرط التاني لعب ناحية الشمال وايضا بيوجد اللعب تحت رأس الحربة مركز عشرة زي محمد مجد افشا وهو ايضا اضافة كبيرة للنادي الاهلي احمد حمدي المجمل ان النهاردة مباراة الاهلي مع الغابة برغم ضعف فريق الغابة لكن النهاردة فيها مكاسب كبيرة مشاركة لعبي من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا كمان يعني علشان اللعب الجداد يبدأوا يدخلوا في التوليفة وتشكيلة النادي الاهلي النهاردة كل المكاسب دي من اللقاء اشتركوا في القناة